خدمة كالدرس كالدرس وربما في الأسبوع المقبل ستكون لدينا تصور أولي كيفية التدخل في مختلف القطاعات والتدخلات الأفقية ولكن بطبيعة الحال واجبنا أن نتدخل من بين إزراءات المقاولة الصغرى المتوسطة بالخصوص تأجيل سداد الديون متيازة ضريبية كل هذا موضوع على الطاولة وتأجيل حتى أداء الالتزامات الاجتماعية جدولتها إلى آخر لدينا عدد سيل من الإجراءات مقترحة ولكن اتخاذ القرار في هذه الإجراءات يتم بتفاعل مع المقاولاتهم مع المهنيين بمختلف أنواعهم ونرى إن شاء الله وإن تخبر قرارات لأول مرة مرارا كتقع إشكالات مثلا في 2016 وضع مماثل يعني مثلا في 2016 كان عندنا القضية للجفاف واتخذت قرارات كثيرة وجود ويلة ديون الفلاحة مع القرط الفلاحي وقدر الدعم عن طريق الأعلى في طبيعة الحال حتى هذه السنة نحن واعيين بأن هذه القضية قلة الأمطار حتى هو مؤثر 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 على الكسابة مؤثر على الفلاحة مؤثر على مقاولات فلاحية وبالتالي إحدا هما ركا ندرسوا من خلال اللجنة خاصة درنا اللجنة استثنائية عن مواكبة هذه القلة ديال الماء لا فيما يخص ماء الشرب ولا فيما يخص مياه السقي ولا فيما يخص الكسابة والإجراءات التي سنقوم بالمواكبة وزارة فلاحة مكلفة بالشق ديالها وزارة التجارة والصناعة وزارة التجهيز لأن قطاع الماء عندها مكلفة بالشق ديالها وزارة الداخلية مكلفة بالشق ديالها ونحن أيضا سنقوم برنامج استعجالي في هذا المجال إذن هناك فرصية من يقوله برنامج استعجالي لأنه درفية تفرض أكيد أنه التدخل استعجالي ولكن تكون كين واحدة الأرضية تشتغل عليها هل يمكن مثلا أنه كين تجارب ديال البلدان التي تعيش اليوم هذه الأزمة وتدبرها بلغة أرقام نحن ندبرها بلغة أرقام وش من الرقم الرقم اللي ممكن يقول لنا اليوم رئيس الحكومة باش نواجه ما نقولش رقم لي أننا قيدة الدراسة طيب تم الإجراءات كينا وصار مهددة كينا وصار سيد رئيس حكومة كينا مقاولات نعم نشرح لك أكتر كينا مقاولات الآن قررت لأسباب يعني مرتبطة بتدعيات فيروس كورونا أنها تسرح أولى على الأقل يعني 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 الناس يخرجوكم يعني يعني الناس يخرجوكم جيسان صول يعني وش الناس ملزمين بالطريطات ملزمين أولا ثانيا يعطيوا صورة سلبية وهم لا يحتاجون إلى هذا لأن الحمد لله كل شيء المتوفر هذا السيق ديال الاكتداد الأسواق الأسبوعية كنعرفو كين أسواق الأسبوعية في القرى وفي البوادي هذه كيفاش ممكن أنه الناس لأنه كنعرفو أنه كيفاش ممكن توصلوا لهم كيفاش ممكن أنه نبهم أنه من ضرورة الابتعاد عن الاكتداد لأنهم كنت تكلموا على السوق أسبوعي في منطقة جبلية أو في البادية راه معنيون هذه الناس بشكل مباشر أي اعتقدك سيتدر لها الحل السلطات المحلية سوف كندروا قرار عام والقرارات المحلية التي تأخذ السلطات الأمنية انطلاقا من الوضعية ديال كل السوق أو كل محل ولكن الوعي للمواطن هو الأهم لاش يعرف كيفاش هو سيتصرف كفرد لأنه راه يمكن ندروا احترازي عام ولكن الفرد لما كان إجراءات الفرضية التي يدرها تخسر الأمور لأن انتقال الفيروس لأن هذا هو المهم انتقال الفيروس يتيب من فرض إلى فرض إما عن طريق المصافحة أو عن طريق المباشرة أو عن طريق بعض الأدوات التي هي فيها الفيروس وعلش قلنا الكمامة ليس ضرورية لأن الفيروس لا ينتقل عن طريق تنفس الناس يرى غلطين يسحبون هذا السل هذا السل ينتقل عن طريق التنفس لأسباب متعددة هذا لا ينتقل عن طريق التنفس وإنما عن طريق انتقال الفيروس في الأمور التي لا المسؤول فلذلك مدير الأوبئة اليوم في حوار معلمة قال بأنه في حال استدعاة الضر سنلجأ إلى تلقيح إلى إزراءات الضفية الضفية من التلقيح ما فهمنا شهد الأبن لا وفي حالة ما إذا تبت بأن هناك تلقيح الآن رأي الله هذا بالتجارب الأولية قلتني إلاجة بالله خرجها تلقيح هذا نجأولي حتى هو بطبيعة الحال لأن التلقيح هو من الأمور التي تؤدي إلى الوقاية إلى جبلة تبت لأن هناك مراكز كثيرة في العالم تحاول ما أمكن تبلور وحتى تلقيح دياله الفيروس لهو جديد جديد وقديم ولكن تحولته وخلته الخصائص دياله جديدة فذلك خصوة تلقيح خاص نحاول ما أمكن يكون هو لغادي أخر سؤال نعم أخر سؤال سيد الحكومة تحدثتوا على المواطنين وعلى دور المواطنين نريد أن نعود معك الجانب القيمي في مواجهة هذه الوضعية التي نعيشها اليوم يعني المواطن أين هوا المواطن المغربين يعني من ما يطبعنا من مبادئ التضامن في هذه الوضعية الحالية سوف أنا بغيت نقول أولا نحيي 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 عدد من المواطنات والمواطنين سواء كانوا مهنيين في الصحة أو كانوا مهنيين في الأمن أو كانوا مهنيين في الإدارة اللي كيتصرفوا في هذه الظروف الصعبة وتصرفوا في وطنية عالية ولكن أيضا عدد من المواطنات المواطنين اللي كيتصلوا بنا وكيتصفتوا لنا وداروا رسائل على أنهم مستعدين باش يخدموا البلاد باش يلتزموا بالإجراءات الاحترازية باش يساهموا في التوعية كنحيهم لأن الحمد لله هذا بين المعدن دي الشعب المغربي وراء وخاك نشوف بعض المظاهر بحال ذلك المظاهر في الأسواق أرى هي في الحقيقة قليلة قليلة ولكن الأغلبية دي المواطنات والمواطنين من دمجين في هذه الرؤية ويحاولوا ما أمكاني بالتلوعي سمح لها سمح لها لكن أيضا نريد بغيت نهني المهنيين في الأسواق والجمعيات ديالهم اللي هما أيضا حاولوا ما أمكان يديروا واحد العملية ديال التهدئة وبغيت نقول بأن هذا الوقت هو الوقت ديال القيام المغربية الأصيلة تبان قيمة التضامن وقيمة التكافل وقيمة التعاون والوطنية فهذا الوقت بشتبان وقيمة التراحم ونحن دي النارة فيها هذه القضية التراحم ويصبر شيء يصبر على شيء وشيء يتعاون مع شيء لماذا؟ لأنه كين واحد لهدف كبير وهو حماية الصحة للمواطنين الباقي خصا عالجوه فيما يخدم حماية الصحة العامة للمجتمع وديل المواطنين مغاربة لعالقين لأنه أغلقت الحدود كين بجموعة من المغاربة ليسافر لمشائر سياحة لمشاء مثلا المؤتمر اليوم هو عالق في البلداء الأوروبية وبعض البلداء العربية التي أغلقت اليوم الأجواء المغربية كيف يمكن أن تتصرف الحكومة مع هذه المغاربة العالقة؟ لا شوف نقول هذه المسألة حتى هي رب سألة عندها جهة مختصة مهتمة بها الكثير ووزارة الخارجية لا تدخل غير هذا الشيء ووزارة مكلفة بالمغاربة العالم مع الجهات الأمنية لديها تداعيات كبيرة لذلك تأسد اللي جان أو وحدات دين الأزمة خلايا أزمة في جميع القنصريات أولا ثانيا الأرقام لأن القسم القنصري أو مديرية شؤون القنصري والاجتماعي في وزارة الخارجية عندها وحدة خلية فيها 25 شخص من كل فغير مغاربة العالم وإشكالات ديالهم الآن كتبع غير هذه المشكلة وعندهم هواتف أرقام خضراء للاتصال فخصة أنا كنقول لجميع المواطنين والمواطنين يكونوا الاتصال ديالهم مع هذه الخلايا ومع هذه الأرقام ديال الهواتف فشير شدهم أشنو هو الإجراءات اللي غير يديروه كيفاش غير يتصرفوا معاهم لأن هذه مسألة معقدة فيها أول علاقة مع الدول الأخرى وفيها حماية الصحة ديال الوطن وفيها أيضا نشوف المشاكل ديالهات المواطنين والمواطنين اللي في الخارج أشكركم سيد رئيس الحكومة للأسف هناك العديد من الأسئلة لازالت يعني في خارجنا لا تدخلها غير كافية ولكن ليس عن الوقت أشكركم سيد رئيس الحكومة على كل هذه التوضيحات الشكر أيضا للزملاء سنة رحمي من القناة الثانية ويوسف الهيسي من قناة مديان تيفي والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام في أمان الله شكرا جزيلا